لطالما حذر خبراء اقتصاديون ومصرفيون من الممارسات الحوثية بحق القطاع المصرفي وتداعياتها الكارثية على النشاط المصرفي والاقتصاد بشكل عام لكن الاعتراف الأخير لجمعية البنوك التي تعمل تحت سيطرة الميليشيا الحوثية كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حاولت جمعية البنوك في صنعاء خلال وقت سابق مهادنة الميليشيا والتماهي مع ممارساتها لكن بعد أن شرفت السكين الوصول إلى العظم لم تعد تجد هذه الاستكانة وها هي جمعية البنوك تعلن بوضوح عجز البنوك عن دفع أموال المدعين والعملاء أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي بصنعاء تعود إلى سلسلة من الإجراءات الحوثية المقوضة للاقتصاد بدءا من سيطرة الميليشيا على إرادات البنك المركزي مرورا بنهب ودائع البنوك واستثماراتها في أذون الخزانة طبقا لاقتصاديين عقب ضياع الاحتياطي النقطي الأجنبي والمحلي في البنك المركزي ونهب استثمارات البنوك في أذون الخزانة عجزت البنوك عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء والمدعين وأدت هذه الخطوة إلى أزمة سيولة حادة في القطاع المصرفي كونها عجزت عن الحصول على عائدات استثماراتها في أدوات الدين العام لدى البنك المركزي إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي ومما زاد الطين بالله هو شرعنة الميليشيا نهب ودائع التجار والمواطنين في البنوك طوال السنوات الماضية من خلال تشريع قانون إلغاء الفائدة تحت مسمى محاربة التعاملات الربوية وهذه الخطوة الأخيرة لميليشيا الحوثي تقضي تماما على القطاع المصرفي وتعرضه لشبح الإفلاس من خلال مصادرة كافة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام ومصادرة ودائع العملاء والمدعين في البنوك اشتركوا في القناة